مرحبا، في هذا الدرس سنقوم بتحليل مقدار جبري باستخدام العامل المشترك الأكبر سؤال لدى شركة نفط ثلاثة أحجام مختلفة من الخزانات النفطية إذا علمت أن حجم كل خزان بالقالون هو الأول 15 سين تكعيب صاد تربيع الثاني 6 سين تربيع صاد تكعيب الثالث 9 سين صاد تربيع أرادت الشركة تفريغ النفط ببرميل متساوية السعة فما عدد البرميل وما سعة أكبر برميل يمكن استخدامه أولاً نحلل الأحجام إلى العوامل الأولية فتحليل الحد الأول يساوي 5 ضرب 3 ضرب سين ضرب سين ضرب سين ضرب صاد ضرب صاد وتحليل الحد الثاني يكون 2 ضرب 3 ضرب 3 ضرب سين ضرب سين ضرب صاد ضرب صاد ضرب صاد وتحليل الحد الثالث 3 ضرب 3 ضرب سين ضرب صاد ضرب صاد ونحقاً ومناناً اضرب ونحق نشوف سؤال تاني جد ناتج تحليل ما يلي للمقدار الجبري التالي يوجد طريقتين لحل هذا السؤال الطريقة الأولى نجد العامل المشترك الأكبر للمعاملات فالعامل المشترك الأكبر للمعاملات يساوي 5 ومن ثم نخرج الحدود المشتركة بأصغر أسس فيكون العامل المشترك 5 لام ميم ومن ثم نقسم كل حد على العامل المشترك الأكبر فالناتج يكون 5 لام ميم ضرب لام ميم زائد 3 ميم زائد 7 لام أما الطريقة الثانية فنجد العامل المشترك الأكبر للحدود الجبرية الثلاثة السابقة باستخدام التحليل إلى عوامل أولية فتحليل الحد الأول يساوي 5 ومن ثم نضع إطار حول العوامل المشتركة فالعامل المشترك الأكبر هو 5 لام ميم ومن ثم نقسم كل حد على العامل المشترك الأكبر فيكون الناتج 5 لام ميم مضروب في لام ميم زائد 3 ميم زائد 7 لام وهيك نستنتج أن لتحليل مقدار جبري نستعمل العامل أو القاسب المشترك الأكبر للحدود الجبرية التي يتكون منها المقدار الجبري شكرا